الفنان يزن البواب خلينا شوي نطلع من جو الجدية ومن جو الجمال ومن جو التغذية وخلينا نحكي شوي فن وغنى وننبسط مع بعض صباح الخير يزن يا صباح الورد كيف حالك اليوم؟ تمام بقى خير سعاد صباحك و أهلا وسهلا فيك أهلا فيك إحنا اليوم زيبينك بحلقتنا و باستضافة بمناسبة جدا مهمة وهي طلاب التوجيه و نجاحهم فهلا أكيد إحنا خلال مقابلتنا نحن نخليك تغني لطلاب التوجيهي و أنا حكيت لك تحت الهوى و بديك تغني لزميتنا ملاك لأنها غنسة جديدة لسه حاضر حاضر خلينا نحكي خليني أسألك بداية قبل من غني كيف بلشت بشوارك بالغناء؟ أيام المدرسة زي ما عرفتنا هيك إذاعات المدرسة ومش إذاعات المدرسة فاكتشفت أنه ممكن يكون في الواحد عنده إشي يعني أنه يغني أو هاي يعني كانوا أي حدا صوتوا حلو كانوا على السريع يحكوا يزن حطوب يزن على السريع يزن على النشيد يزن على الأغاني يزن على الوطني يزن على المهرجان يزن كان مسترم إذاعة المدرسة كاملة والله إشي حلو بتعرفه شغلة فعليا الواحد بيكتشف الموهب اللي فيه وهو صغير من أيام المدرسة وكل ما بيكبر إذا عرف يشتغل عليها صح بيطلع منه إشي حلو يعني لما يكبر بالزبط طب هل كان الناس اللي حواليك داعمين لهاي الموهبين يعني صراحة وشي بكل بحب بالبداية أبدا يعني ما كان فيه أي داعم والله حتى أخلك وكل مدرسة وكل هالناس اللي حواليك بالبداية ما كان فيه أي داعم صراحة بس لما شافوا الموضوع بالعكس إشي الواحد بيفتخر فيه وحلو فن بالأخير يعني صراحة أيام زمان يمكن ما كانوا يقدروا الفن بالإشي اللي بيقدروا فيه حاليا مع التكنولوجيا والتلفونات والأشياء هاي فيسبوك إستجرام لأنا فهمت شو الفكرة اللي انت حابة توصلها يمكن كانت معارضين انه انه على الغناء انه كتقاليد أصدق أيوة بالضبط اللي حواليك ما بدهم ياكد غني لأنه شايفين هذا الاشي مش مش كويس أو ما أعرفوا استخبال بالعكس يعني صحيح فلما عرفوا انه بالعكس الموضوع وانه شي حلو يعني تغير يعني تجاوبوا مع الموضوع صحيح بالضبط طب يعني جميل اشي حلو طب كيف انت اكتشفت موهبتك يعني خلينا نحكي انت مش من الناس المغرورة يعني انت مش صوتك مش حلو وضليتك تغني لا انت صوتك حلو فكيف انه اكتشفت موهبتك لا اه اه اكتلك غنيت في اذاعات المدرسة بالبداية فأقترح علي انه ليش ما تشارك مثلا في مهرجان انه مثلا مش دائما كل ما نخلص فصل في بعمل زي مهرجانات انه يعني تخريج الطلاب مش تخريج الطلاب فانه ليش ما تشارك المهرجان انت تغني اغنية مثلا سنجل او اشي زي هك اه اه فاخترت حتى يومها اغنية بكتب اسمك يا بلادي الله اه غنيتها وشفت انه الوضع انه تمام لا ونصق بقى زلمي فنانية اه فبنميتها حتمتل ووضع طب احنا بالبداية استعرضنا غرفة سودا مع راشد وحتى تحت الهواء انا قلتلك يعني ستايل الاغاني هاد هو اللي حاليا دارش وانه كيف اخدت حتى خطوة انه يكون فيه راب مسعا بالنص اه اغنية غرفة سودا من اكتر الاغاني صراحة اللي تعبنا عليها كتصوير واضحة نتيجة صراحة صار فيه مشاكل كثير في الاغنية في لفل خلينا نحكي مستوى حلو بالتصوير اه بالضبط صار مشاكل كثير في الاغنية صراحة مع شركات بوض النظر عن اسميها احكينا اه فالشركات هاي كانت متفقة معنا وقت معين للتصوير واخترفت الامور وصار فيه تقصير منهم من ناحيتهم يعني فاحنا اضطرين انه انه بدنا نلغي خلاص على كل الاحوال فالشركة هاي سويت معنا حركة كثير مش كويسة حركة لطيفة شكرا لها فراحت اشتاكت علينا كمان الموضوع كبر عشان احنا نزلنا على السوشال ميديا انه كذا كذا احنا كنا على اساس انه انه مرتوا زي دعاية انا وراشد اه ماخدينهم زي اعلان اه 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 تمام هم ياخدونا الانتاج للعمل اه صارت حركة مش منيحة منهم فاطرين نزل على السوشال ميديا عشان الناس ما توقع من نفس المشكلة اللي احنا وقعنا فيها اكيد الناس بتتابعنا اه اكيد فراحوا اشتاكوا علينا انه اعتبروها من اللقاء تشحية اه والحمد لله من بالزبط وقبل فترة الحمد لله انه كسبنا القضية مبارك اه اه راشد يعني صراحة كان اطارد وراء الموضوع اه اعطي العافية من وجهنا تحية معنا اه 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 اكيد راشد السيد وبالاخير رحنا واتفقنا بيوم الليلي انه انا وراشد اليوم انه نرجع نسجل الاغنية من اوله جديد اه وروح نصورها وبنفس اليوم سجلناها دنين لستة الصوح بالاستيديو يعطيكم العافية سجلناها وثاني يوم طب ليه سمعتوها بهذا الاسم اللي هو غرفة صودة شمعنا غرفة صودة يعني حلق اشوفي راشد كاتب الكلام تبع الراب لموقف صارمعة مكان عايش في مكان بره البلد في امريكا متغذب اه بالضبط هو كان كاتب الكلام انا في الكورس الثاني وكورس الثالث هذول من كتابتي فشوفنا الموضوع لابقين عبعض يعني يعطيكم ألف ألف عفية يعافي عمريك يا رب اه انا حكيت لك من البداية يعني وانا كنت صريحة معك بما انه اليوم الطلاب التوجيهي نجحوا فاحنا هلا بنا نسمعوا منك اشي لطلاب التوجيهي طيب منغني للطلاب اللي نجحوا واللو الطلاب اللي ما نجحوا يعني اكيد طبعا نحكي لهم خلي احلامك عم تكبر راح توصل اكيد لا تندم عاشي وتذكر بكرا يوم جديد ضلاك في الحياة مكفي نور اللي بقلبك ما تطفي ما يغنب على صوت ما يغنب على صوت ما يغنب على صوت لا منحبه انت اجيت بملعبي لا منحبه لا انا بالنسبة لي تامر حسني يعني نمبر ون عندي يعني بغض النظر على انه هذا فنان قديم او هذا فنان جديد بس انه كقاعدة جماهرية كغلوبال يعني هو كعالمي كشخص هيك قصة نجاح رائع يعني انه بلش من الصفر ووصل لقاعدة جماهرية جدا كبيرة فانا برضو من الاشخاص اللي جدا بيحترم قصة نجاح تامر حسني ومن صغري صراحة بسمع له لحد هلأ فانحنا متفقين بهذه النقطة حتى غانية اللي اتبعت الالفين وستة والالفين وخمسة هيا احمل الغان الجيد سمعنا مقطع سمعنا مقطع لتامر حسني يا نور عيني ضميني حسيني معاك هقدر امشي واكمل ولو من جرحني هتحمل علشان عيونك يا حبيبي ده نموت بجد ولا اسيبا انا حاولت اني امسك نفسي ما اغني معاك بس لازم اسمعكم صوتي فيني هاي ما بقدر بلاحة تحت الهواء ماشي طب انا ما بدك تغنيلي اشياني عشانك عروس يعني اه اه يعني لسه مائلها قبل مبارح اتزوجت يعني واليوم اصرت اني اكون معهم في الاستيديو يعطيهم العافية يعني يرتبوا لي الموضوع بس انه كنت حابة ارجعش تقتله بارك بعمرك يا رب بارك فيك يا رب مبروك 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 عجد يعني اسم الله وحرام موهب زي هاي ما كانت تتكمل معنا حلينا نحكي هلا عن مشاريعك الجاي يعني اطلعنا غرفة سودا واستعرضناها هلا احبي اننا في جديد يزن جديد في اغنية فيديو كلب هاي لسه الموضوع حصري صراحة اوه في اغنية فيديو كلب جديدة عراقية اللهجة كتباتي والحاني ومشارك في مسابقة اسمها فرسان تالنت مع المنتج فرسان الصفدي والمخرج اتحاد الدرابسة كنا تقريبا 14 شخص لا كنا 400 شخص حاليا سبع اشخاص على الفاينل والفاينل ان شاء الله سيكون الأسبوع الجاي فانو ان شاء الله انو تكون من نصيبنا يعني اذا كانت من نصيبنا في البون كامل ان شاء الله يا رب انها تكون من نصيبك ان شاء الله يعني انت تكتب وبتلحن وايضا بتغني وكمان في شغلة بدي اسأل عنها اللهجة العراقية اشي كثير صعب فانت اللي كتبتها ما كان في مدقق لغوي وراء انا يعني فعاليا مش لايشي بس انا بطقن اللهجة العراقية كأني عراقي طب حصريا انت حكيت حصريا حصريا ما فيش مقطع لنا يعني حصريا مقطع يلا وسام ايشي تعطونا رأيكم طبعا بسراحة كل شفافية انا انا القلبي حساهس شقد عشرة ناس شقد عشرة ناس تانوي اذاني شقد هم انجاس وانا القلبي حساهس شقد عشرة ناس تانوي اذاني شقد هم انجاس شقد هم انجاس غدار هالدنيا ترا ما مائلها الصاح هالعالم والله بس حتيلة لا تعاتم لازم اقطعها بمكان لازم اكمله عشان بضل الفضول انا قصت انت مجنة قاعدين انك مكملت كان لقيت دموع بس ما شاء الله حلو موقف صار معي بيوم وروحت على البيت كان الساعة ثلاثة الفجر تقريبا فقعدت هيك ساعتين وكتبت الاغنية بس حلوة يعني كما اقطع احنا سمعنا هذا الفارت جميل جدا احنا منستنى اكيد بس تنزل ومنستنى اكيد الفيديو كليب وان شاء الله يا رب انك تحقق كل شيء انت بداك اياه حكينا عن مشاريعك الجاي بس هيك حابة برضو تحكيلي لو مستقبلا حبيت تعمل ديو مع فنان مين الفناني رح تختاره اكيد تامر حسني نتمنى عليك التوفيق يا زان وبتمنى من قلبي اني في يوم من الايام اشوفك مع الفناني اللي انت بتحبه وحب تقدم معه ان شاء الله دعني نحكي على المستوى المحلي ان شاء الله للعالمية ان شاء الله يا رب وشكرا لكم شكرا لك هذا الاعداد كامل وتشرفت بوجودي معكم اكيد والله احنا اننا نشكرك على هالصوت الحلو وعلى وجودك معنا اليوم تشرفت تشرفت الله احنا ان شاء الله فيك